التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب مشددا على أن الدولة سوف تتحرك بشكل سريع وكبير لكي يشعر أهلنا في سيناء أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطة التنمية وقال الرئيس السيسي خلال فعالية تفقد استفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء إن التنمية في سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهل سيناء بعد دحر الإرهاب الذي كان يعيق التنمية وحياة المواطنين مشددا على أنه لا توجد حياة بدون أمان وأكد الرئيس السيسي أن التخطيط لتنمية وإعمار سيناء ليس متواضعا داعيا إلى تنفيذ ذلك التخطيط بشكل يليق بأبناء سيناء وأوضح الرئيس السيسي أن هناك أراضي زراعية سوف تدخل الإنتاج الفعلي في سيناء بحلول نهايات العام الجاري يواصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى في مستهل زيارة عمل وتأتي الزيارة في إطار حرس البلدين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسؤولي البلدين وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصري مع ممثل رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السورية دمشق في مستهل زيارة تشمل تركيا أيضا وذلك بهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع دولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير الجاري والذي خلف خسائر فادحة في كلا البلدين وكان في استقبال سامح شكري وزير خارجية سوريا فيصل المقداد حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية هذا ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين وأن مصر حكومة وشعبا لا يمكن أن تتأخر يوما عن مؤازرة أشقائها تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة التسلح والأمن الدولي السفيرة باني جانكنز إلى جينيل في سويسرا للمشاركة في مؤتمر نزع السلاح لعام 2023 هذا وستترأس باني جانكنز وفد الولايات المتحدة في الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر وتهدف مشاركة المسؤولة الأمريكية إلى إظهار التزام الولايات المتحدة المستمر بالنزع السلاح المتعدد الأطراف وتحديد الأسلحة وأكدت الخارجية الأمريكية أن باني جانكنز ستسافر إلى جينيل لحضور المؤتمر الذي ينعقد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري بدأ الرئيس الفرنسي منوال مخان زيارة لإفريقيا تشمل ثلاث دول حول حوضة الكونغو بالإضافة إلى أنجولا وتأتي الجولة بعد أكثر من أسبوع من قيام بوركينا فاسو بإنهاء الاتفاق العسكري مع فرنسا بشأن مواجهة العناصر الإرهابية ومغادرة القوات الفرنسية لأراضيها أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي أن ضغط أوكرانيا والعالم على روسيا سيستبر وقال زيلانسكي نختتم هذا الأسبوع بحدث دبلوماسي قوي لأول مرة منذ 32 عاما فقد زار وفد رفيع المستوى من السعودية أوكرانيا معتبرا أن هذه علامة أخرى على احترام أوكرانيا وخلال لقائه وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية في العاصمة كييف أعرب زيلانسكي عن شكره للرياض للمساهمة في تحقيق نتائج ملموسة وحساسة للأوكرانيين لسيما فيما يتعلق بالإفراج عن أسر الحرب اعتبر الرئيس الروسي فلوديمير بوتين أن حلف الناتو يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد كييف بالأسلحة وأكد بوتين أن الدول الغربية لديها هدف واحد هو تدمير روسيا مجددا الدعوة إلى قيام عالم متعدد الأقطاب كما أكد الرئيس الروسي أنه يجب على بلاده الأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف الناتو الذي يسعى إلى هزيمة روسيا ورياضيا تويج منشستر ينايتد بلقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على نيو كاسل ينايتد بهدفين نظيفين في المباراة النهائية ويعاد هذا اللقب هو الأول لمنشستر ينايتد منذ فوزه بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2016-2017 والأول في عهد المدرب الهولندي أريك تنهاج انتهاء مجزء التاسع وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة